اشتركوا في القناة شكرا لخليفة بن جمعة بن عتيس جرميثي داعم هذه الرياضة المتميزة داعم هذا السندوق المتميز نبدأ مع انطلقت شوطنا التاسعة الذي طار قبل غليل هذا شوط على ما يبدو لي شوط مفتوح لجميع من ابكار وجعدان ننطلق مع صدارة الشوط نتعرف إلى البداية عندك يا أبو عبيد بن أحمد بن علي الذي يتولى صدارة الشوط النقل التالي وين العود إلى المركز الثاني عندك يا أحمد يطهي السوداني يرافق المستوى الثاني بالمتابعة عود إلى ثالث الاسمام وين وصلنا من يتابع هذا الشعار اسماعيل إبراهيم الجاهلي أو الجعبري نعم الذي قادم إلى المستوى الثالث نكتفي بالثلاثية نكتفي بالثلاثية ولكن وين العبور وين الانجاز يا أخوان عبر هذه الأثار الكبيرة عبر هذا الأثار المتميز الصدارة مع المركز الأول مرضية هي هي تقود البداية إذن أبو عبيد الذي يتولى الصدارة هي الله يا أبو عبيد يا ابن أحمد الذي غاد الصدارة يا أخواني بدون يوامر بدون يوامر الجوكي محنة الانفراد بدأ ما شاء الله مشكور يا أبو عبيد يا ابن أحمد يا ابن علي صاحب هذا الابدع الانفراد خلاص بالاغتراب وين وين وصلنا وين السلام يغادر إذن من ميدان السمحة إلى جمهورية السودان يستاهلون الانتصار بدون وامر بدون وامر مشكور يا أبو عبيد يا ابن أحمد لحظات الوصول إلى خط نهاية سلام سلام وتحية المركز الثاني متابعينا الكرام بن تعرف إلى ثاني الاسماء ما شاء الله المركز الثاني عندك أحمد طه السوداني الذي قدم عرض يشكر عليه هو المركز الثالث إذن ناخذ المركز الثالث من دحم الله دحم الله الرغم واحد عندك يا مالك هذا شعر عزام بن طه بن محمد نكتفي بهذا القدر أيوح والكريم أيوه المتابعين التوغيد قلتين أربعة عشر ثانية تهانينا لكل الفائزين إلى هنا على ما يبدو لي بدين مع شوط الختم بيتهاني والناموس للجميع شكرا لخليفة بن جمعة بن عتيج الرميذي تابعنا أبو خالد بهذه الجائزة الذي غير مستغرب بهذه المبادرة الجميلة شكرا لكل المشاركين الحظ لأوفر للجميع نستودعكم الله شكرا لمصورنا محمد الخضر نستودعكم الله إلى لغاين آخر إن شاء الله